بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم يوم اندق الجماعات فبإذد الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرأ منهم للإيمان يقولون بأخواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعون ما قتلوا قل فدروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسب الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا يحرمون يستبشرون بنعمة من الله وفضلهم وأن الله لا يبيع أجر المؤمنين الذين استجاموا لله والرسول من معلما أصابهم القر للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قالوا لكم الناس إن الناس قد جمعوا لكم قد جمعوا لكم فاخشواهم فزادهم إيمانا وقالوا حسن الله ونعم الوكيل فانطلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا ردوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تقافوهم وقافون إن كنتم مؤمنين ولا يحذنك الذين يسانعون في الكفر إنهم لن يذر الله شيئا يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يذر الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبا الذين كفروا أنما نبلي له خير لأنفسهم إنما نبلي له ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهيم ما كان الله ليدر المرمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب على الغيب وله لذين الله يجتمي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبتنا الذين يبقلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شرا له سيطوقون ما بقلوا به يوم القيامة ولله ميرات السماوات والأول والله بما تعمدون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فكير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوفوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكلهم النار قل قد جاءكم رسل رسل من قبلي بالبينات بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتم كاربهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد فذب رسبا من قبلك جاءوا بالبينات والزمر والكتاب المنين كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون وجوركم يوم القيامة فمن سحزه عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أدا كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله بيساق الذين أوتوا الكتاب لتبينوا إنه لكو الناس ولا تكتبونه فنبزوه وراء أذورهم واشتروا به سمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا بما لم يفعلوا فلا تحسبن لهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله لهم السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض والخلاف الليل والنهار والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما طلقت هذا باطلا سبحانك فكنا عذابا أمنا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين بالأنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان للإيمان أن آمنوا بربكم فآمننا ربنا فغفر لنا ذنوبنا وكفر عملنا سيئاتنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أن أمني لا أذيع عمل عامل منكم عمل عامل منكم من ذكر أو من ساق بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لو كفروا نفرنا عنهم سيئاتهم سيئاتهم ولو دخلت لهم جنات إن تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده قسر الزواب لا يغرنك تقلب والذين كفروا في الملاد مدعوا قليل ثم مأواهم جهنب وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم جنجات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بالآيات الله زمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سري والحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون